طلق وزير الخارجية سمح شكري الرئيس المعين للدورة السبعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ اتصالا هاتفيا من نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي التنفيذي المعني بموضوعات تغير المناخ فرانز تيمار مانز وصرح المتحدث باسم الخارجية أن شكري أعرب خلال الاتصال عن التقدير للتعاون الممتد الذي يجمع مصر بالاتحاد الأوروبي في كافة المجالات وتطلع لمواصلة هذا التعاون على مختلف المستويات كما أوضح شكري أن مصر تعتزم البناء على ما تحقق خلال الدورة الأخيرة للمؤتمر في جلاسكو وما خلفته من زخمنا لتعزيز الجهود الدولية لمواجهة تغير المناخ وخاصة فيما يتعلق بالحد من الأثار السلبية لتغير المناخ والتكيف معه وتوفير تمويل المناخ